اشتركوا في القناة من الولايتين مركزيا بحكمة الحكماء ومشورة العقل طواض حكومة ولايتين رنيل والبحر الأحمر صفحة ملبدة بالنذر والتوتر والاحتقان بين قبيلتي البشارين والعبابدة بعد أن نجحت في إقناعهما بالتوقيع مجددا على اتفاق القلد الملزم والمبرم بينهما لنزع فاتل الأزمة في المناطق والأودية المتنازح عليها حدوديا وأنهن سؤاداء جدا جدا أن الذي تم تم بعون الله وبعون التغفين المتشاكسين الإرياب والأشاباب والشنطيراب من أهلنا الأبابدة والبشاريين وما كان يتم لولا حكمتهم وضرئهم للشر والخطر النعفذ القادم إليهم بسبب معاذ في المنطقة التي متنازح عليها وكانت قبيلتاء البشارين بالبحر الأحمر والعبابدة بنهر النيل قد دخل في نزاع حدودي متطاول على مناطق النابع وأم الكباش والبعقل في وادي قبقب الخاصيب والغني بالذهب لكنهم وقعوا بالبحر الأحمر في ديسمبر من العام 18 و2000 على اتفاق قلد حاكن للفتنة والدماء قبل أن يعودا مجددا ويمدداء التوقيع على العقد بنهر النيل لثلاثة أشهر قادمة والله نحن ما قاعدين نعبر من الفرح لأنه الشغلة دي شغلة ماها بسيطة وشغلة فيها حق ندماء لكن نطلب من أخواننا يعني في الولايتين يعجل الشغل خير البر عاجله نحن إن شاء الله في خلالة ثلاثة أشهر التي تم التوقيع عليها واتفق عليها الطرفان إن شاء الله لجنة الصلح ستكون ساعية ساعي جاد لتكمل الإصلاح بين القبيلتين وقد تعهدت حكومتا ولايتين هر النيل والبحر الأحمر بتوفير وبذ كافة الضمانات المفضية للجوار الآمن والحقوق العادلة لقبيلتين البشارين والعبابدة وذلك برد الأمر للحكومة المركزية لترسيم الحدود بين الولايتين ما في حوجة لزيادة بتاع الجراحات كما هو معلوم لدى جميع الأمر الذي كان بالبحر الأحمر والحمد لله الأمور بدت تستغير مدد القلد لمدة ثلاثة أشهر خلال هذه الأشهر سلاس سوف نتصل بالإخوة في المركز لترسيم الحدود بين هذين القبيلتين ويعيشوا في وآم كما كانوا يعيشين سابغا وبالتوقيع الاتفاق القلب بين البشارين والعبابدة يلتزم الطرفان بعدم موارسة أي أنشطة زراعية أو تعدينية بمناطق النزاع لمدة ثلاثة أشهر لحين البت في الأمر مركزيا عصام الحكيم الشروق ولاية نهر النيل